عالج ده ازاي؟ يعني أنا لو عندي ابن أو ابنة في سن مراهقة وهم شايفين إن النجم الفلاني ده أنا بقلده يعني على سبيل المثال بدون ذكر الأسماء أفلام البلطجة اللي ظهر فيها السيف والسلسلة وقصة الشعر وهو خلافه واللي بقى الترين ده عند جيل كامل تمام إم تقول إن ده غلط؟ وإم تقول إن ده شيء عادي؟ الترميز اللي هو السيمبوليزم جزء من لغات التعبير في الطب النفسي وفي قلم النفس فإحنا عمرنا ما هنقول إنه ما فيش ترميز خالص وده مش بس على مستوى المراهقين إنما كمان الكبار يعني كتير من ترندات الموضة تلبسها فنانة أو تبقى هي لكل المجلات حطاها فتلاقي كل البنات وكل الستات عايزين يلبسوا البانتالون أو الاسمه إيه بالعربي؟ البانتالون البانتالون بطريقة معينة أو قصة الجاكت بطريقة معينة أو لون معين فده موجود عندنا كلنا أو الكرافات أو شكل المنديل في الجاكت بشكل معين ففي حدود بنعتبرها مقبولة أو طبيعية من باب التعبير إن أنا على آخر صيحة في الموضة أو إن اللون ده لفت نظري أو إن الشكل ده مناسب لي طيب إمتى المشكلة تبقى موجودة؟ إنه زي ما قلنا الثقافة مختلفة فممكن جدا يبقى المغني الشاب أو شاب بيتمثله هو في محتوى أغني بيمثله فهو بيعبر عنه لا وممكن تقلدي شخصيات مش من ثقافتنا أصلا ده اللي أنا بتكلم عنه فبالتالي طريقة اللبس والمعالش برضو المظاهر في الأذن والحاجات دي دي مش بتاعت مجتمعاتنا والتاتوز وكل الكلام ده فبالتالي أنا ممكن أدخل في طريق خطر لكن إمتى بيتحول لمرض نفسي؟ أنا بقول لحبيبات ولازم أتوجه ساعتها للطبيع لازم الأول نشوف فين المقبول ففكرة إنه المراهق ده بمختار الشخصية دي ليه؟ زي نوع المزيكة دي ليه؟ في محتوى عند هذا الشخص بيمثلني يعني مش مجرد أن أنا معجبة بيه فبالتالي لو أنا اللي شددني نموذج عنيف فأنا هنا جوايه عنف أنا ما بعبرش عنه الأغاني الراب اللي انتشرت كانت في وقت معين والمحتوى بتاعها محتوى كان فيه عنف أو فيه إحاقات جنسية لازم أقف وأفهم ابني أو بنتي منجذب للمحتوى ده ليه؟ هل المزيكة دي فيها حاج؟ هل الكلمات دي فيها حاج؟ هل أتيتود الطريقة الممثرة دي بيعبر بيه عن نفسه؟ بتمثله أكتر طب برضو يا دكتورة رادو قبل ما نفكر في الدكتور هتكلم وهنصح ما حستش باستجابة قوي ولسه البنت أو الولد منجذبين لنفس النموذج إمتى هقول أنا وصلت لمرحلة لازم أروح للطبيب النفسي؟ يعني إحنا مش بنستعكل قوي في مسألة السيمبوليزم أو الترميز إن إحنا نروح للطبيب النفسي لأنه الحقيقة ده ميكانيزم طبيعي ما هواش مرض إمتى نقلق لما يبقى فيه تصرفات خطيرة زي ما أشرنا ابتدى يشيل أسلحة زي ما حضرتك بتقول ابتدى يبقى بيتصرف بالتصرفات بعيدة عن الثقافة ومؤزية زي ما حضرتك أشارتي فبالتالي عند هذه النقاط اللي إحنا بنواجه بقى خطر بقوا بيتجمعوا مع بعض بيسمعوا مزيكة وبيشربوا مواد مخدرة من أنواع مختلفة لأن بعض المواد المخدرة لقين أنها بتقترن ببعض أنواع الموسيقى وده بيتعزف حفلات يعني كتير من الناس بتسمع عنها أو عايشاها لأن عيالها بيروحوا يحضروا الحفلات دي فلازم هنا أحطاط أن المسألة مش مجرد أنه معجب بالموزيع الفلاني أو بالفنان الفلاني أو المغني والمغني أو ما يعرف بمفهوم المؤثرين على مواقع التواصل والمؤثرين من اللي دي برضو حاجة خطيرة جدا طب جدا جدا بس يا حضرتك اختراق السوشال ميديا جوه كل البيوت سهولة دوت عن طريق التليفونات الحديثة بقى مخلي السيطرة على حدود بنتي وابني في متصعوبة